قال يسوع ليست تلميذ أفضل من معلمه تعرفوا لما بتقرأ عن شخصيات كتير في التاريخ رؤساء أنبياء اللي بيعجبني في شخصية المسيح بيكفي إنه التجسد هو معجزة لكن يولد في مزود هذا لا يستوعبه العقل واو بعدين شيء تاني إنه يموت على الصليب وعندما دفن قبل قيامته دفن ما عندهش قبر يعيني دفن في قبر مستعار هاي الشخصية هذا المثال اللي أنا بدي أتبعه سيبك من الكلام والشعرات اللي بنسمعها كتير في هالأيام هذا الشخص اللي أنا عاوز أسمعه بتذكر حياة الوالد تعرف حن الفلسطينيين ربينا على السياسة والشعرات السياسية والخطابات كان بحب جمال عبد الناصر كتير وبعدين كان عمري سبع ثمان سنين كان يجاعدني أسمع الخطاب بعدين بعد الخطاب يقول لي سامع كل كلمة من كلامه بزين طون لما أجيت للمسيح وصرت مؤمن بيسوع المسيح اكتشفت أنه معظم كلام الرؤساء سامحوني مع كل محبة بزنش جرام لأنه إذا ما بيغيرش في المجتمع شو الفايدة من الكلام بس كل حرف من كلام يسوع المسيح بزين مليار طون لأنه كل حرف من كلام يسوع بيغير الناس بيشف الناس بيحرر الناس دايما للخير يعني كلام يسوع بيخلص مش أي كلام فالمسيح هو مثالنا في كل شيء وقال ليس التلميذ أفضل من معلمي